السلام عليكم اعزائي طلبة الصفقة الثالث الاعداد النهاردة ان شاء الله هنكمل حل كتاب بالبيبط الفصل الدراسي الاول 20-23 معدنا النهاردة مع يونت فور هف يو افر ترافل د باي بلاي نعني بتدي كده يلا مع بعض بالدرس الاول والتاني هتلقوا شرح المنج بالكامل عندكو في قائمة التشغيل واللي عم داي مشكلة في اي سؤال يكتبلي في التعليقات عشان الفيديوهات القادمة هتبقى بنائنا على رغباتكم في الفيديوهات اللي انتم محتاجينها بدايتنا هتكون من بيك 200 صفحة متين listen one way two a or an is a large house large house يعني بيت كبير where children اللي هما الاطفال who are orphans ايتام live and are taking care of وبيعتنوا بيهم المكان دا اسمه ايه اول كلمة نيه سن المراهقة carriage عربة orphanage دار ايتام بيت صفحة طبعا orphanage دا تعريف دار الايتام sami always win the competitions بيفوز بالمسابقات at school دا السننم يعني مراضف معنى كلمة win وان يعني يفوز عادين معنى تاني ليها comfort يطلع الاول miss يفوتو west يضيع لوزي يخسر يبا يطلع الاول my friend عمر صديقي عمر مالو and i are the same age احنا اللي اتنين نفس العمر the opposite of the same عكس كلمة the same the same يعني نفس equal اللي تسويها different مختلف unequal غير مساوي usual عادي طبعا عندنا كلمة the same عندي طبعا unequal يعني غير مساوي و different برضو تمشي we add the suffix to music to get the adjective عشان نحصل على الصفة a-l-i-n-i-s-t-a-c-h-e طبعا ميوزيكا اللي هي موسيقي we add the suffix at the end of the word head to mean been عشان يبا معناها ألم in the head في الرأس i-t-i-o-n-i-n-c-e-a-c-h-e-i-v طبعا اك عشان تبا هدك اللي هو الصداع ايك يعني ألم tourists like to swim underwater بيحب عموا تحت المياه انزريتسي في البحر الأحلى this means they like to كده معناهم بيحبوا انهم عملوا play لعبوا لا snorkel اللي يختصوا وكلام يتصلك رايدر يجاوالات ركوب طبعا snorkel بيحبوا الغطس بعد كده بيقول ايه is something that happens to you in your life حاجة بتحصلك في حياتك experiment تجربة عن مياه experience تجربة a musical is something that you use for playing music such as a piano orphanik dar la item instrument a la musica competition mنافسة pool و الحمام سباحة طبعا musical instrument the synonym of sensitive sensitive يعني حساس مراضفة ايه equal acute sensitive تساوي نفس المعنى insensitive اقل small صغير طبعا هنا هو عايز عكس كلمة most يبقى اقل اللي هي طبعا كلمة list we turn the verb compete into a noun by using نضف له ايه علشان يبقى a noun a l e n c a c h e i t i o n طبعا تبقى competition يعني منافسة احمد was very excited this means he had an exciting experiment experience competition after his parents death بعد موت الوالدين he was sent to live with other orphans راح يعيش مع الايتام this means he was sent to a school the synonym of the word elderly is the word the same meaning as the word competition نفس المعنى كلمة competition لها بتقول la contest ااااا او منافس champion اللي هو ااااا بطل او مجموعة عمال يبقى champion او طبعا هنا احنا ممكن برده يعني الادقة ان احنا لان champion بتستخدم اكتر بمعنى بطل فان انا منافسة فان انا منافسة فان انا ممكن نختار كونتست لان كونتست تنفع فعل تنافس او تباري او نضال وتنفع ناول منافسة يبقى الاقرب لكونتشن اللي هي طبعا كلمة كونتست بعد كده عندي جزء بيقول لي هانيا has been played tennis many times لعبة تنس او بتلعب تنس مرات عديدة دي اول جملة موجودة معنا لما نجي هنا نشوف طبعا مني تايمز دي يعني مرات كثيرة ذكر عدد المرات او ذكر عدد مرات الحدث يبقى بنستخدم زمن المضارع التام هنا has been played ده يعتبر كده يا جماعة باسف ده كده مجهول و جملة مش مجهولة ده هانيا بتلعب يبقى مفروض نقول has played على طول been that في البسر no i have ever slept in a tent عمري ابدا ما نمت في خيمة طبعا ever ما بيجيش في الجملة اللي هي العادية المثبتة اللي زي كده يبقى المفروض ان احنا هنستخدم كلمة مين هنستخدم كلمة never طب امتى كانت نفعت never لو قال لي i haven't قلنا اقول no i haven't ever ماشي يعني لما اقول كده haven't ever مفيش مشكلة nadia has nadia has yet tied up the house yet ما بيجيش بين have وهاز والتصريف الثالث هنا اللي بتجي في الاخر يبقى نستخدم مين طبعا كلمة already او كلمة just مفيش مشكلة ممكن اقول already بالفعل وممكن اقول just i left here since i was a child since لما تربط جملتين بيجي بعدها ماضي بسيط وعب لها المفروض مضارح تامل i بتاخد have التصريف الثالث من lived هو هو live حاتم has التصريف الثالث من living in alexandria sense يبقى lived من 2019 mr sabri has been a disqual sense التصريف الثالث من be pan lama has have your phone for two years ذاتي فور مضارح تام التصريف الثالث من have had بعد كده عندي هنا بيقول has he finishes on time هل هو خلص have وهاز والتصريف الثالث من finish finished no or yes he has have you ever been to giza ever والتصريف الثالث يبقى pan has lina never seen that وده معمول question يبقى ever have you ever gone to a swan in winter هل رحت اصوان في الوينتر اللي هو في الشتاء طبعا gone دي معناه راح مرجعش طبعا ما هو قدام بلوقتي اقول له pen to وشينفى اقول له when have you known your best friend يعني هنا بيقول له اعرفت صدقك امتى طبعا كامل مدة بقى لك هاد دي تعرفه بنستخدم how long yes my mom has cooking the dinner have وهاز والتصريف الثالث من cook cooked طارق has played handball for 2020 من 2020 طفور بيجى بعدها مدة نحسب بقى من 2020 لحد السنة دي هلا تقريبا two years سنتين i have ever won a competition at school انا اقول طبعا i have never بعد كده i have never won a competition at school عمر مفوزة ومنافسة في المدرسة وممكن يقول i have already مش مشاكل يعني بعد كده she haven't read any stories yet حتى الان طب الشيء ما بتاخدش haven't ده الشيء مفرد فرنا هتاخد مين تاخدها بعد كده بعد كده have you done your homework yet طبعا هنا amazing هي بتاعجوا باستغراب وقمنا كون فاتعجوا باستغراب ما بنستخدمش yet بنستخدم كلمة مين already how long have you moving house تضريب الساس من moving moved فعلي عادي fady has had a headache since an hour لمدة ساعة before an hour بعد كده عندي تمرين على lesson 1 و 2 تاليا is asking her grandmother جدتها about her experiences خيبراتها وتجربها في الحياة how long have you lived in this house بالك ادي عيشة في المنزل ده تيتا لا نقط لها how long have you been married بالك ادي مجوزة يبقى هنا طبعا ممكن نقول لها لها have lived in this house or my house since منذ I got married how long have you been married بالك ادي مجوزة نقط how long have you been married how long have you been married بالك ادي عارفين بعض يبقى ممكن لها مثلا we have been married احنا متزوجين ده انا اجابة اجابة كاملة عايز اختصر خلاص اقول for or since على طول من اول هنا كده واجابة خلاص يعني مش مشكلة مثلا 50 years بقى لي كم سنة خمسين سنة how long have you been married ادي عارفين بعضكم من قد ايه ممكن اقول مسلا اه اه since منذ we were منذ ان كنا 20 years old نقط yes يبقى انشيل yes ونبدأ به هناو يبقى have you uh practiced هال انت practiced مارستي a hobby yes not your mom and dad have lived in that house since 2008 يبقى بابا ومام عشرين هم نيمتا يبقى how long have my ممكن parents او my mom and dad lived in that house بقى لهم ادي عايشين هنا in that house بعد كده عند السؤال التاني complete tools ادوات experience تجارب وخبرات have had orphanage aytam and instrument منتا المساك i 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 يتعلم. طيب. ينضم. يبقى احنا لازم نعمل اي بقى? واحد بينضم والتاني بيعمل كوات. ينسحب. اول جملة يا جماعة الاداك نقول كانو الزورك. بس الرفت برضو تمشي لانه فيه قوارب بتبقى الصنع اليده وده بيبقى ديق مجموعة من الخشب. بس طبعا حسب تعريف اليونت تعريف الواحدة بتاعتنا هنخليها كانو علشان تعريف اليونت. على احد اي باقى. فج اللي هو الضباب. أجازين نحوولها الصفة والي انج اين جي دي طبعا فجي. تبقى او جي وبنضاع في الجي. بيحوول الفعل الصفة degli اي ا ا円 اس اي ا بي اي ا ا ti ار يم اس طبعا اليه طبعا الى بيحوّل الفعل. الصفة زي كلمة يستيقظ. لما اقول مستيقظ. تمام كده? اه يبقى احنا اللي بيحول فعل الصفة حرف الا الا. مزعجة جدا. ده معناه ان انا كنت ايه? اه جات زي اسليب اسليب نام سكيري خاف مستيقظ. ويك يمشي طبعا اويك اللي هو مستيقظ. بعد كده عندي هنا قطع خشب ذات ار بود تطفى على وش الماء. هنا بقى نختار رافت. يبقى احنا نتعان نثبت بقى معلومة. يبقى الرافت ده قطع خشب بتتثبت مع بعض. انما الكنو احنا قلنا بقى خلاص كده بقى. الكنو اللي هو احنا قلنا ايه? نارو بوت. يبقى انت لما يجي لك خلي باك عشان ما تطلق بوتش. يبقى انت لما يجي لك الكنو. الكنو ده اللي هو الزورق. نارو بوت. انما ده مجموعة من الهخشاب بتثبت معا. تصبح جزء من المجموعة من النادي. يبقى انضمام. يتبع. يحلم. يبدأ. طبعا ده كده جوين. نفس معنى كلمة وارد اللي هو قلق. انكشز. اندرستن. كويت. طبعا انكشز. لو قلق. لازم نعتني بالبيل. مراد في كيرا باوت. مراد في كيرا باوت. مراد في كيرا باوت. يتجاهل. دمج يدمر. يعتني. بي. كيلين ينظف. طبعا كيرا باوت يعني بتسوي بقى لك افتر. عكس كلمة اسليب. اسليب يعني نائم. ويك. اسبوع. غاضب. واكي. مشاوكي. يعني مستيقظ. حلم خلاني خايف لاستيقظ. عكس خايف. اسفريتند. اسفريتند تسويها. عفرت برضو خايف. ورد قالك يبقى بريف. اللي هي شجاع. نحول الفعل هير. نحول الفعل هير. انتو انامو اللي اسم. يعني بقى السمع يعني. ادزا صفكس. اين جي. اي دي. واي. الواي. طبعا هيرينج اللي هو السمع. بعد كده بقول لي. نحول الفعل الصفة باي يوزن. ازا صفكس. نحن بنستخدم الصفكس الفعل. يبقى صفة. نضيف له ايه طبعا ايه اللي تحط للفعل. يبقى صفة. تعالي نشوف كده. الواي. او ار. اي دي. اي سي. طبعا صفكس اي دي. نضيف قبل وايك. احنا خدنا اللي هي مستيقظ اللي هي اويك. تقود او تمشي خلف حد لانزا سيم في نفس الاتجاه. يبقى انت كده فولو. يتبع جوين ينضم كول ينادي فينش ونهي طبعا فولو. نستخدم لغة الاشارة. نستخدم لغة الاشارة. هذا يعني نهلة دم. خرصة. بلاين. دعمياء. كليفر. ماهرة. دف. أصم. طبعا دف. بدي بدي لغة خاصة. بدي بدي لغة خاصة. طبعا ده معنى انهم بيستخدموا لغة الاشارة اللي هي لغة الاشارة. بعد كده عندي الجرامر. كمية انت مدرس طبعا كم المدة تبقى. يبقى لغة لغة الاشارة. نحن مدرس طبعا كم المدرس طبعا كم المدرس طبعا كم المدرس طبعا كم المدرس طبعا. عمل يشعر أجب الاشارة. منذ ذلك الحين اسمها سنس زن. وممكن اقول سنس بس. طيب سنس هنا جاي بعدها ماضي بسيط. يبقى محتاجين قدامها ايه مضارع تايم. هو كده مضبوط وممكن اعمله بايدي لان هو من الافعال. لو ينفع منتظم وينفع غير منتظم. بعد كده بيقول لي what? has احمد باي last week. ده last week ماضي. يبقى شينفع اسأل بهاز. يفرد نفسنا اسأل بهد. what did احمد باي last week? has داليا بي دف all of her life? has. يبقى عزين تطريب الساسم بي بان. what why did he wrote? طالما فيه داد يبقى محتاجين مصدر من روت اللي هو write. two years ago. ماضي اهو i join. خلاص. واضحة. i joined a sports club. she has talked to samir since an hour. an hour تاخد four. we haven't visited syria since i. احنا قلنا since. لما تربط جملتين. ابلها مضارع وبعدها ماضي. am هيبقى عيما واضي او ايري. ال i تاخد واضي. have you ever moved to a new place? تتابع الساسم من move. moved. last week i gone to the park. gone ده اللي هو اصلا go. الماضي من go went. my parents get married in 2000. ماضي من get got. when i was a baby. عندما كنت baby. my parents moves to alexandria. التطريب الساس طبعا لان move. هنا ده ماضي يبقى moved. بعد كده عندي تمرين على listen three and four. sama is asking her one about her personal experience. personal يعني شخصي. experiences يعني تجارب وخبرات شخصية. have you ever got a prize? زي هالخت جايزة قبل كده. الله واعلم. not not. i got it two years ago. يبقى طبعا yes. i. اليو اتبقى i. yes i have. سألتها سؤالة i got it. يبقى متى? متى يعني وين? got the fact that i got it. ماضي هنجيب له did. والاي هتحول الي you. يبقى when did you get? هنرجع الفعل الاصل بقى when did you get it? not because i wrote a story. لان انا كتبت قصة. يبقى why. لماذا? ممكن اقول لي خدتها? ماشي. يبقى why did you win? this prize. تخدت الجايزة دي ليه? did you get any other prize? خدت جايزة تاني. نقط نقط. it's kind of you. ممكن اقول ياسو. ممكن اقول no i didn't. لا لم اأخذ. طبعا اه تقول له حاجة لها it's kind of you. ده لطف منك. يبقى ممكن تقول له. i hope. مثلا اتمنى. in you will win. ان ان انت تفوزي. بمثلا اه many prize more prize. تفوزي بجوائز كتير. اه in the future. في المستقبل. بعد كده الصورة التانية complete. sign. شعره. او الفتة. one الماضي من وين. دم اخرى اصدف اصام كيري. يعتني وين يفوز. اماني goes to a special school for not children who can't hear. اللي مش هما يسمع من سامي ايه? deaf. there she learns not language. علمت لغة sign language. لغة الاشارة. by clever teachers. they not about all the children. هما بيعملوا بكل اطفال care. بيعتنوا بكل الاطفال. اماني has just. هفو هزو التطريف الايه? السالس بق. من التطريف السالس فوق. وين وان وان. انما ده فعلة مضارة. because she was the best to use this special language. هزيه الايه? اللغة الخاصة. بعد كده بيقول لي a short story you have just read. قصة انت لسه اريها. وده متجاوب في نهاية اليونت. ودي اخر جوزية في الدرس الثالث والرابع. معدنا دلوقتي مع اخر دروس خمسة وستة وسبعة في يونت فور. واختبار اليونت. number one is a learning disability. هي عدم القدرة على التعلم. which affect بتؤثر على reading and writing. اسمها هي الظاهرة دي اللي بتأثر على reading and writing. احنا قلنا. experience خبرة. ليف لت منشور. ديسلكسيا. صعوبة القراءة والكتابة. deliver التسليم طبعا دي اسمها ديسلكسيا. the word result. result يعني نتيجة similar in meaning to cause. سبب final. نهاية دايري مفكرة. يومية او تكمل اللي اسمها المخرجات. النتيجة اللي هي الحاجة اللي بتخرج في الاخر. he could achieve. وachieve يعني حقق. his goals. اهداف. the antonym. عكس كلمة يحقق. واحد بيحقق والتاني ماله. fail. fail يعني يفشل. do. يفعل carry out. ينفس باس. ينجح طبعا. field. we add the suffix. to the word gymnast. to refer to the active gymnast. اللي هو اللاعب الجنباس. طيب اللعبة نفسها بنضيف ايه في الاخر اسمها gymnastics. اخدناها في الاعدادة مع حبيب مرزوق. means to offer to do something without expecting any reward. تعمل حاجة وانت مش عايز حاجة من حد. achieve يحقق. volunteer تطوع. طبعا تطوع. ويندسير في رياضة ركوب الامواج. discover يكتشف. hoda spoke in the library loud. اللي اتكلمت في المكتبة بصوت عالي. this means she was. معنى ان هي نايزي مزعجة. كويت هادية. ويندي عاصف. قلمة هادي طبعا. نايزي يعني مزعج. بعد كده بيقول لي means to find out. to find out يعني يكتشف. something that people didn't know before. حاجة الناس ما تعرفاش قبل كده. achieve. volunteer. discover. decide. طبعا يكتشف اللي هي discover. tell you how you have done in an exam. بعرفت ان عملت ايه في الامتحان. words الكلمات. awards الجواز. cause لازباب ريزلت اللي هي النتاج والدرجات. the synonym of the word noisy as. مرادف nice. boring, loud, difficult, slow. طبعا مرادف آآ كلمة nice. نايزي يعني مزعج. اللي هي طبعا عالي loud. discover is the synonym of discover. يعني يكتشف. مرادف آآ uncover. cover, height, cover up. discover يعني يكتشف. يبقى اللي هي طبعا انكافر. بعد كده بيقول زبام. has made a huge hole. قم بلا عمل تفتحة كبيرة in the ground. the opposite of huge. يعني ضخط. عكسها بها noisy, مزعج. enormous ضخط. scared the hoof. يبقى tiny. صغير في الحاج. we have just had the results of our test. جبنا درجات الاختبار. and we all did well. كلنا حالينا كوي. the antonym of results. عكس نتاك. is troubles. متاعب. timelines. causes. اسباب. افن سعدات نتيجة والسبب. يبقى كوز. بعد كده بيقولي i'll do my best. انا هابزو القصارى قهدي to achieve. عشان احقق my goals. اهدافي. in life. في الحياة. we turn the verb achieve into an noun. achieve الاسم. by adding the suffix. انضف له في الاخر. tion. m-e-n-t. n-e-s-s-i-s-n. طبعا achievement. لو انجاز. when we add the suffix to the word wind. it turns into an adjective. wind تبقى صفها ازاي ed, l-y, y-i-s-t. طبعا windy. ليه معناه هي windy يا جماعة. عاصف. means to succeed. تنجح in doing something good. تعمل حاجة جيدة you want to do. achieve. يحقق. discover. يكتشف. train. يتمارو. نسبلي. طبعا achieve. اللي هي معناه هي يحقق. the verb surprise can be turned into an adjective by using as a suffix. كلمة surprise. اللي يدهش. نحولها الصفة. f-u-l-a-b-l-e-o-u-s طبعا e. دي اللي هي طبعا surprised. يعني مندهش. he came first at school. طلع الاول. this means he got good exam. results. يجاب درجات حلوة. gymnastics. unboscos. asbab timelines. خطوط عريضة. results. that this child can't read or write. الطفل ده لا يقرأ ولا يكتب. this means how she suffer from. suffer يعني. ده معناه انه ما يعاني. charity. مؤسسة خيرية. dyslexia. صعوبة الكرة والكتابة طبعا. برين مخفلو اللي هي الانفلونزا. بعد كده عندي 228. rami is asking dina about a story عن قصة. she has just read. لسه اريها. what have you read recently dina. انت اريت ايا دينا. طبعا لما نرى المحادثة هنعرف ان هي اريت قصة شيكة. فهنقول i have read. بس لازم نرى طبعا المحادثة كلها جماعة. and interesting story. بعد كده سأيتها سؤالتاني تلاقي it's called oliver twist. اسمع oliver twist. يبقى ما هو ماذا what. فعل مساعدة عندنا is. فعل it. what is it called. not it tells about a poor boy who was in trouble. ولد بور في مشاكل. يبقى هي عن what is it about. how did you feel about that story. اي شعورك تجاه القصة دي نعد. can you lend me. فممكن اقول i felt so sad so excited. اي صفة ما فيش مشكلة. can you lend me the story. ممكن تسلفها لي. of course sure yes. ما فيش اي مشكلة هنا عادي خلص. achieved. حققة difficulty. صعوبة. have. لو كفعل اساسي يمتلك train. يتمرن. وده هز المفرد. ودسلكسيا صعوبة القراءة. I volunteered at a charity for a long time. الاي تاخد هف ولا هز? طبعا I have. it cares about children who have. بتاعتني بالاطفال اللي عندهم نوات. عندهم يطبعا اللي هي صعوبة القراءة والكتابة. those who have. نوات تريد. اللي عندهم نوات تريد difficulty. اللي هي صعوبة. all right. it's a great work. عمل رائع. and I have نوات what I wanted to do in life. and I have achieved. وانا حققت اللي انا عايز اعملو في حياتي. عبا يجر if a person you know. سير ازاتي عن شخص انت حبه ده مجاو في نهاية اليونت. بعد كده هنا بيقولك sell yourself. بختبر نفسك. how long did عمر باي? how long? طبعا. did عمر باي? this car اشترى هذه السيارة كامل مدة. فالمفروض ان انا اقول when? او اقول how long ago? لان how long ago بتساوي how long? how long ago? ماضي. انما how long ومضلعتين. تمام? judi has been to us one year ago. she's still there. هي لسه هناك. يبقى راح ومرجعش. يبقى اسمها has gone. this is the first time i have. لما جينا طبعا دي في السنوية لما جيلي this is the first time or this is the second. لعداد الترتبية اي تفضيل او عداد ترتبية بنستخدم كلمة ever. لازي اول مرة you have ever seen a line ارى فيها اسد في حياتي. بعد كده عندي هنا زاهر ورشاط are talking about driving cars. قيادة السيارات. how long have you had a car الرشاط بالك قد ايه? قال له مدة. so you have had a car since two thousand ten. يبقى انت من الفين وعشرة. عرفنا احنا كده لمدة الفين وعشرة واحنا في الفين اتنين وعشرين يبقى من اتناشر سنة. يبقى ممكن اقول له four لو اجابة مختصرة. اجابة كاملة طبعا اقول له i have had a car. four بقى لي ten years. او خليها بقى twelve عشان تبقى مضبوطة بالزبط. يعني عملت حدثة يا ساتر يا رب. يبقى طبعا ممكن يقول هنا مسلا قال له is driving هل القيادة مسلا easy? ايه رأيك في القيادة? هل هي سهلة? قال له طبعا. have you ever had an accident? عمرك عملت حدثة نقط. نقط. last month on my way home from work. يبقى عمل. يبقى yes. I have. ايه عملت. قال له حاجة طبعا. قال له لسه آآ الشهر اللي فات. يبقى متى? يبقى have you had this accident? عملت الحدثة دي امتى? قال له الشهر اللي فات. قال له thank is god you are well. الحمد لله انت كويس. طبعا يقول له thank you my friend. او thank you. بعد كده السؤال التاني بيقول لي buy بواسطة try. تجربها وحاولها. موفي انتقل او يتحرك experience اجربة. انا عارفه طبعا مشتركة مسابتة و try. يجرب. when you to alexandria you will be able to do many things. لما انت نقط اسكندرية ممكن تعمل حاجات كتير. يبقى when a? تعال نشوف كده. when you not to alexandria you can eat at a nice. ممكن تاكل في نايس نقط. يعني في نايس حاجة هنا. also مش بس كده. آآ you can have a drink at a note. وممكن تتناول مشروب في النقط. there are lots of them. في كتير من نوع هناك. you can see wonderful fish. add the alexandria is a fantastic city. مدينة رائعة. طبعا لو احنا بصنا على الكلمات اللي هي طبعا الكلمات ديت اللي موجودة عندنا. يعني ما لهاش علاقة باللي مكتوب. يعني when you not to alexandria. لو بصنا مش اللحقة مناسبة فحنا ممكن نكتب go to alexandria. you will be able to do many things. you can eat at a nice. هناكو فين. for nice restaurant. مثلا مطعم. هو طبعا فيه خطأ في مجموعة الكلمات اللي هنا. also you can have a drink at. ممكن نتلاول مشروب فين. at a cafe. مثلا. there are lots of them. you can see wonderful fish add that. هتشوف ال wonderful fish مثلا فيه. في الاكواريوم. اللي هو معرض الاحيال المائية اللي خدنا في unit 1. بعد كده عندي هنا بيقول لي means to swim with your face under water. تعم وشك اسفل المائة. using special equipment. باستخدام معدات. climb يتصلك snorkel يغطز. bike يركب دراجة ودراجة فش سامك طبعا snorkel. the picture and sounds. الصورة. إلى الصور والأصوات that you think are happening. اللي انت بتعتقد انها بتحدث. when you are sleeping. are cold. وانت تنام ذا سمي idea فكرة. راف تقارب dream. حلم كانو زورك طبعا ده dream. dream اللي هو ليه طبعا ده كده. معنى الحلم. most people in my city. معظم الناس في مدينتنا. go to peaches. بيروحوا الشواطئ in summer. في الصيف. the cinema of most. تمرض في موست. minority أقلية. little قليل. list. أقل majority. اللي هي طبعا الأغلبية. عادل. was worried about driving cars. الآن من قيادة السيارات. worried is similar in meaning. شبه كلمة. anxious. غاضب. relaxed. هادي. tired. متعب. كويت. هادي طبعا. anxious. the sun is a huge star. الشمس. huge star. يعني نجم قوي. the antonym of huge is. عكس huge great. tiny. enormous. large طبعا. حاجة بتبع huge. والتانية بتبع tiny. armor is bad at doing mad thumbs. في الرياضة. we had the suffix to turn bad into an adverb. bad بتتحول لظرف ازاي. احنا عندنا معظم الظروف في الانجلش باضافة ال y. عشان تبع badly. the perfect story is a verb weak into an adjective. اللي نضيفه قدام ويكا خدناه كتير اويك اللي هو مستيقظ. the suffix is added to the word achieve. اللي ينفع اضاف لعشيف الاخر يحولها لنوان اسم. sion. m-n-t-i-o-n-n-e-s-s طبعا. achievement. اللي هو إنجاز. رياض is clever at using this musical instrument. هذه الآلة. this means he can it will. play, repair, buy, break. يعزف عليها طبعا. play. nada likes to live in a quite peaceful place. بتحب تعيش في مكان هادي. this means she likes to live in. هناك مكان فيه a country. ولا city. ولا the country site. ولا market. طبعا. الريف اللي هو the country site. أو the country. لو قال لي the country. ما يشي. sign is using hand movement. نستخدم الادين. instead of spoken words. بدل الكلام. sport, activity, language, subject. طبعا. لغة الإشارة. لسا ننظفها المنزل. التطريف السائل سيبقى cleaned. مستر رامي has been at this hospital for 2020. دي سنوات. السنوات بتاخد طبعا. حاتم have lived. حاتم مفرد. هياخد has. I have lived here for I was born. ده ماضي. بقى نستخدم معامل. سنس. لأن المضرح التام بيقابله مضرح تام. قصدي سنس بيقابله جملة مضرح تام. وبعدها ماضي بسيط. مالك has been friends with NG. سنس زي. هدي عندي بردو سنس. بيقابله مضرح تام. وبعدها قلنا هي سنة ثالثة ماضي بسيط. الماضي من R. يا اما واز. يا اما وير. ازاي طبعا هتاخد اي. ازاي هتاخد وير. بعد كده عندنا تمرينات الأظهر الشريب بيقول لي. دينا has just put a present. لسا جايبها هدية فور منير سبير سدي. في عيد ميلاد منير. where have you been, دينا. كنت فين. كنت فين. I happened to the shopping center. أنا كنت في مركز التسوق. not to buy something. هشتري حاجة. يبينها. لماذا يعني why. ممكن اقول why وما اكملش. عايز اكمل بقى اقول why. واستخدم بقى have. والآي تحول الى you. why have you been. ليه انت كنت دير هناك. ماشي مش عايز مفيش مشكلة. I have put a present for you. happy birthday. يبقى what is it. ايه هي الهدية. الهدية طبعا what is it. ما هذا الشيء. it's a present. نقطة طبعا. انت طيبة ممكن اقول لها. you are so kind. والso kind يعني ده طبعا ايه. لطف شديد منك. يعني انت طيبة جدا. السؤال التاني ده طبعا خاص بالأظهر الشريف. اللي هو سؤال situation. المواقف. you ask a friend. if any of his or her brothers has got married. اسأل صاحبك. او انت بين تسألي صاحبتك. لو هي عندها brothers got married تزوجوا. have any or your brothers got married. your friend asks you how long. have you had a mobile phone. بقى لك ادي معاك mobile phone. يبقى انا هرود بقى اقول له. i have had a mobile انا معايا الموبايل. since مثلا 2015. بعد كده بيقول له. your friend asks you which people in your family have been to another country. مين اللي عندك فعلتك. وراح بالتاني ممكن نقول. uncle عمي. has been been to another country. country. you ask your cousin about an experience he had. اسأله عن تجربة ام بيها. يبقى you ever been to alexandria. مثلا. a friend asks you about the music instrument you have played. اذا انت بتعزيفها. i have مثلا played. انا بعزف او يعني شغال بحبي يعني زي بيانو. مثلا. بعد كده اختيارات. we have to get a passport. لازم زواج السفر. اللي بقى الجواز السفر. and a ticket to travel plane. عشان نسافر بالطائرة. buy on in add مفيش هنا فاصل خالص قدام الطائرة يبقى buy. لو في هنا ابلين او ا او ذا. كنا اخترنا طبعا مين. visiting the zoo is an exciting for kids. لأطفال. تجربة على المية اجزام. امتحان طبعا تجربة رائعة. tourists like to go along the red sea peaches. يحبوا عمله ايه على شواطئ البحر. marrying زواج snorkeling يختص تدين. يدرسه cooking يطهي. طبعا snorkel. when she lost her parents. لما فقدت الوالدين. she was sent to وراحت فين. cage. قفز. bank. bank. cinema. orphanage اللي يدور الايتين. my cousin. ابن عمي. is married. next month. شهر القالب. getting. coming. giving. having. يتزاوك طبعا getting married. it takes two hours. ساعتين of practice. to learn to the guitar. plan يخطط بلو ينفغ في لا يطير طبعا يلعب. اللي play هنا معناه يعزف. we went camping. عملنا تخيم. last month. and slept in. we slept in. school. lake. tent. طبعا نمناه. الخيمة. our manager. our manager. always comes to work. time. بيجي في الوقت المحدد. اللي هو on time. he is a successful man. ناجح. when we were on holiday. لما كنا في الاجازة. we went down a river. in a knot. in a great fun. وستمتعنا. cano. سيكوال تطابع احداث. aquarium. مار دحياء. team فريق. لكبنا الزاورة. cano. the children use all the pieces of wood. بيستخدموا قطع الخشب القديمة. to make. which they talk to the river. خادوا للنعب. aquarium. raft. plane. ship. piece of wood. دي بطبعا بيتكلم عن مين. raft. our trip. to Sinai. رحلتنا لسينة. مالية بالساينز. لافتات. character. شخصيات. adventures. مغامرات. courses. تدريبات. طبعا مليئة بالadventures. مغامرات. i use sign language. بيستخدم لغة الإشارة. because i am hard of. عند صعوبة في السليبنج. النوم. مالاش العلاقة بالنوم. working العمل. ولا العمل. listening. الاستماع. والاستماع. طبعا المشكلة في الهيرنج. اللي هو السمع نفسه. بعد كده بيقول لي. my grandfather has. many things in his life. i am very proud of him. proud يعني فخور به. pretended يعني تظاهره. spilled يعني تهجه. rub يعني سرق. and chief يعني حقق. يبقى طبعا achieved. the family has brought a teacher of not language. اسمها لغة sign language. لإشارة. لتطلب الدف. sally. hurt her leg. صبت في الساق. while she was doing. kicks. physics. mathematics. gymnastics. وبمارس لعبة الجنباز. scientists. أفن العلماء. new and exciting things. about space. عن الفضاء. الفلنتير يتطوع. discover. بيكتشفه. بنتي. يلونه. ويركب الأمواج. بيكتشفه. this boy needs to read. محتاج يقرأ and write. ويكتب more. because he suffers from. وصفر يعني بيعاني. من ففر حق حما في لو انفلونزا. ديسلكسيا صعوبة قراءة. هيدك صداع طبعا عنده صعوبة اللي هي الديسلكسيا. that was attended. تم حضوره. by a large number of music lovers. محب الموسيقى. wedding حفل زفاف. concert حفل موسيكي. match مباراة استختبار طبعا دي الconcert. to help the elderly in the nearby charity home. يساعد الناس الكبار. volunteer تطوع. اكسب ليند. وضح discovered. اكتشف انفنت الاختراع. volunteer. كامال اندلينا. have been married last year. العام الماضي. since. just. forever. كلمات الماضي. كلمات الماضي. لازد. 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 كلمات الماضي. لازد. لازد. احساس. لازد. سوزان. لازد. العام الماضي كده يبقى ماضي بسيط. هندي. هست راول دي مضاري التام. تراول دي ماضي بسيط. وازرافل اند كم ماضي مستمر. تراول دي مضاري بسيط يبقى تراول. حد يستعجل يقول لي ايه طبعا يقول لي احنا عندنا هنا اجوه مش هتنفع اجوه قدامها الفترة افور بيجي بعدها مود عندي ان وعندي سنز طب انا افاضل بينهم كيف دلوقتي اشوف زمن الجملة جد ده ماضي بنختار ان لو هاز جد مارد كنا قلنا سنز ده سؤال من اللي بيجي في السؤال هنا في المكان ده نيفر لأ سنز لأ يد في الاخر يبقى وي هاو موفد هاوس نحن دائما عايشين في نفس المكان يبقى عمرنا ابدا افور من قبل نيفر جاست يبقى وي هاو نيفر نهلا is not here this week مش هنا لزبعدة قاشي to france for a holiday وراحت فرنسا تقدل اجازة has gone زهب ولا يزال has been راح ورجع طب ويقول لي مش هنا مش هتنفع was been لا وهدبن لا يبقى has gone ليه زهب ولا يزال هناك بعد كده هنا عندي طبعا ده اختبار على unit 4 الوحدة الرابعة عمر is asking نور about his family عن العائلة which one of your family has been to another country من عندك راح دولة تاني which country has your uncle يبقى هو هنا قال له مين طبعا قال له my uncle عمي راح دولة اي عزين المكان قال له حاجة قال له to have university degree in Japanese language في اللغة اليابانية يبقى وراح فين بقى يبقى وراح اليابان يبقى he has been to يبقى هو راح جابان راح دولة اليابان not to have university degree يبقى لماذا يبقى why عايز اكمل اقول لك why did he travel to japan مش عايز خلاص why did he travel there او to japan هو ليه راح اليابان no i haven't traveled abroad لا انا ما سفرتش قبل كده يبقى ماذا عنك what about you طيب وانت قال له i want to visit england one day قال له i hope you will achieve your goals اتمنى تحقق اهدافك طبعا هشكره هيقول له thank you شكرا لك بعد كده عندي هنا السؤال التاني عندي اول حاجة بيقول لي win yet repair just achieve dream حقق we all have goals كلنا عندنا هداف in life we want to نحن نريد ان احنا الى هداف achieve نحققها you may have a goal you may have a goal عندك هدف not a competition ان انت win a competition تفوز بمنافسة someone else may have a not to travel عنده حلم السفر اللي هو هي dream to travel abroad الخارج for me i haven't achieved my goals من اللي بتجي في اخر النفي طبعا كلمة مين yet بعد كده عندي comprehension سؤال القطع واحد اسمه علي بعتلي كاريم بيقول له i am planning و planning يعني بيخطط a camping معسكر trip by the lake عند البحيرة with my cousins ولد عمي i know how much you like camping انا عرف انت بتحبي الكامبنج and it has been a while فترة وسيارة since i lost you من اخر مرة شفتك would you like to come بيدعيي باع باداء invitation دعو تحبي تيجي we are going to leave on saturday هنمشي السبت morning الصبح and we have enough tent معانا خيام كفاية so you don't have to bring your own مجيبش بتاعتك however ومع ذلك you should bring a sleeping bag هات شامتة النوم and anything else وهي شيء اخر you think you might need انت محتاجة my cousins ولد عمي عمرا and ifadi are going to bring a few sandwiches i see i give us on the chat but there is also a supermarket there is لكن يوجد a supermarket close to the campsite جنب المعسكر so we can go there if we need more food oh we will return in sunday هنرجع يوم الحد evening ونجب الليل at about eight على الساعة 8 anyway let me know if you can make it لو يتيج عرفني take care صديقك علي we can make it we can make it underlined word there refers to there 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 ベ jan ott there there where there the allowed يعني دعوة هاو لونج ويلزا تريبلا ستستمر السبت الصبح ويرجعه لحد بالليل يبقى دي يوم ونص تقريبا يوم ونص تقريبا كاريم سيجيب ايه وقال له هات معاك السليبين باك ليس هنحتاجه لحقيبة بعد كده عندي هنا اختيارات ست جمل مكان للاعتناق بالأورفن العطفال ايتام اسم ويحل انها كتير طبعا اتلاست اخيرا اتلاست اخيرا يخفي يعني يخفي يعني يكتشف يكتشف طبعا اللي هي طبعا بتسويها بعد كده عندي هنا بيقول لي ليس بسهد ليس بسهد ليس بسهد عكس كلمة وين وين يفوز يصنع الأول ويرمي يصنع لوز اللي هي يخسر المغرافة موسيق 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 هي تهدي Laid Millada she has هي تهدي الصف الثالثات stated wir have gone to London on business لانتえっ طبعا بالنجون هل أرسلت تتصريف الثالث؟ يبا هذه شالهي مفرد مختلفة الأشخاص التي عيزت في نجاحنا لن نتوقف كثير من 200 عام 200 عام هذه هي مدة تأخذ آخر سؤال معنا هل تحقق لك؟ شيء انت حققتها ودعم الجماعة في نهاية اليونت أي مشكلة عندك اكتب لنا في التعليقات وانتظرونا في الوحدة الخامسة والسلام وعليكم ورحمة الله رحي وبركاته